يحييكم الله مشاهدين الكرام في أولى فقراتنا لهذا اليوم مثل ما شفته في هذا التقرير قبل شوي عن تحدي الذكاء الاصطناعي وهي مبادرة مجتمعية بين AI for Development وشركة كويت.AI ومجموعة مطوري جوجل الذين كانوا الجهة المدربة في الكويت وشارك في المسابقة خمس عوائل من الكويت وقد كان موضوع المسابقة هو إيجاد مشروع يخدم المجتمع الكويتي وتوجى بفوز عائلة آل محمد علي بتطبيق خاص لمعرفة الطيور في الكويت فأحشان تذين نرحب إياكم بالأستاذة صباح المدني معيدة في جامعة الكويت كلية العلوم الحياتية قسم علوم المعلومات وهي الأم ضمن عائلة آل محمد علي الفائزين بتطبيق الذكاء الاصطناعي لمعرفة الطيور في الكويت في مسابقة على مستوى العالم تيكنوفيشن 2020 فنقول لك حياة الله وألف مبروك الفوز أنت وأسرتك الله يحييكم شكرا يا حياة الله يا حياة الله في البداية نبي تكلمينا عن فوزكم كعائلة كويتية في مسابقة تحدي الذكاء الاصطناعي الصراحة نحن في البداية لما شاركنا في المسابقة يعني كنا نبي نسوي برنامج يخدم المجتمع ما كنا يعني داريننا بنفوز لنا أول مرة صراحة يعني شارك في المسابقات نعم بس كنا جدا جدا سعداء لما طلع اسم الكويت وطلع اسم المشروع وفزناه نعم شي اللي خلاكم اليوم تشاركون في مثل هذه المسابقة والله بالبداية كانت تحفيز من الدكتورة زينب المعراج لأنه هي زميلتي بالعمل هي ليابت صراحة الفكرة ويعني عرضتها على العوائل الكويتية اللي هنا أو العوائل الموجودة حتى المقيمين فشاركت فيها وبالبداية كنا متخوفين لأننا ما احنا عارفين بالضبط شنو هي هي عبارة عن عشر حلقات نحضرها ويقعدون يعني يدربونا فكان جدا محفز يعني ممتع جدا وبعد عيالي يعني كانوا معاي فكانوا مستنسين يعني نعم خلنتكلم عن طبيعة المسابقة المسابقة التحدي الذكاء الاصطناعي وشنو كان التحدي فيها أن الأفضلية بشنو هي التحدي تعلم التولز اللي ما عطينا ياهم اللي هي الأدوات مثل ما قلت الذكاء الاصطناعي هو أول شي يعطونا شلون يعرفون للأطفال بشنو الذكاء الاصطناعي وشلون يستخدمونه وبعدين يعطوهم الأدوات الأدوات جدا سهلة لعمر الأطفال لأنها عبارة عن هذا التحدي للعوائل ومع أطفالهم فيقدونوا يتعلمون إلى أن ما آخر شي ينتجون اختراع مشروع يخدم المجتمع فكان هذا التحدي يعني أنك تنهي المشروع اللي أنت بديت فيه من البداية نعم وأنتم شاركتوا يعني بتطبيق نقدر نقول ولا بفكرة تطبيق ولا شنو نعم أحنا فكرتنا تطبيق هذا التطبيق يشتغل على نظام تشغيل أندرويد هو عبارة عن يلتقط صور لطيور طيور بالكويت ويتعرف عليها أنا عندي ثلاث أطفال كانوا أهما اللي قاعدين يجمعون المعلومات يجمعونها طبعا من جوجل من مواقع فويتية فكان طول وقت ما أهم يجمعون المعلومات ويحطونها في البرنامج يتغذى البرنامج يتعلم يتعلم إلى ما بعدين تيب الكاميرا تصور يصير يعرف هذا الطير حلو حلو أو بس موجود على أندرويد عدل يعني موجود بالآبل ستور إيه بس أندرويد إيه لا لا مو أوس فالهدف منه أنه اليوم ممكن يصور الطير ويتعرف على معلومات يعطيش معلومات عن الطير عدل إيه وهو طبعا هذا مو الهدف الأساسي هذا مجرد جذب للمجتمع الكويتي لأنه يحب الطيور أن يتعرفون على الطيور فيشوفون هذا الشيء حلو فيستخدمون البرنامج لكن الهدف الأساسي هو وضع معلومات للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة وش معنى اخترتوا موضوع الطيور بالذات؟ مثل ما قلت الطيور المجتمع الكويتي والإقليمي يحب الطيور فكنا نبي نجذب على أساس انواعيهم شو نحافظون على البيئة نعم أريد أن أتكلم عن آلية عمل التطبيق هذا ممكن فكرتها تشتغل أو واحد يستعملها أو شون أو هل هو خاص لشركات ومؤسسات أو شون أيه هو مجرد برنامج تطلع صورة التطبيق تشوف كاميرا وتحت يصير فيه المعلومة اللي احنا قلنا لبنصائح اللي نعطيها للمستخدم أنه مثلا نقول لقل النفايات قم بالتدوير استخدم مواد صديقة للبيئة وهو يصور يصير يتعرف على الطير ويقول له هذا الطير معرض للانقراض إذا معرض للانقراض لا تصيده يعني يخلى لأن هذا يحافظ على التنوع البيولوجي حلو فيعني التطبيق احنا نستعمل لك نصور فيه يعني عادل؟ أي عادي أي أحد يقدر استخدمه حلو متوفر هو للناس أو مسويتوا حق المسابقة بس؟ لا هي الفكرة من هذا لأنه كل التكنوفيشن فاميليز مسابقة مجانية يعني محد يعني يعطيك شيء يعني على أساس مجرد أنهم يعلمونك يدربونك وبعدين في تاريخ حتى 28 سبعة يحطونا أونلاين مع مستثمرين ونقعد نعرض فكرتنا حلو ممتاز فيصير هذين للمستثمرين إذا عجبت فكرتنا يصير أهو يتبناها ويبدأ يمول المشروع وايد حلو فيعني كانت المسابقة عن عرض أفكار بين مجموعة من الأفكار وفكرتكم يعني فكرة التطبيق على أن يساهم في المحافظة على التنوع البيولوجي فازت كأحسن فكرة عدل في هذا التطبيق صح نفزنا بمركز الأول نعم فأنا أود أن تكلم عن مشاركة عيالكم اليوم بالمسابقة خاصة يعني أن المسابقة اليوم تهدف إلى تفعيل مشاركة الأطفال فأنتكلم عن هذه النقطة أنا بالنسبة لأطفالي شلون يعني أننا خذينا البيئة وشلون حبيناها الشغلة الصراحة من قبل سنتين شفنا فيلم موجود في المركز العلمي في يوم الأرض وهذا الفيلم كان يتحدث على أن شلون هو اسمه تشيسينج فرول شلون الشعب المرجانية قامت تبيض من الاحتباس الحراري فكان طول الوقت الفيلم يبين أن شلون الناس مخلفاتهم واستخدامهم للبلاستيك وشلون ضرب في البيئة فويت تأثروا ومن بعدها صارت الفكرة عندنا أننا نبين نوعي المجتمع يقللون النفايات ما يقعدون يستخدمون نوايد بلاستيك وهذه الفكرة كانت موجودة عندنا بالأصل وهي صج تعتبر مشكلة أساسية في المجتمع الكويتي فخذينا تبنينا هذه الفكرة ويا هذا المشروع اللي قدمت الدكتورة زينب المعراج فصارت الفكرتين مع بعض فطلعنا بهالمشروع بشمد لله لقنا أن نالق بال وإعجاب اللي هما الجج في تيك نوفيشن نعم شي جميل شنو أضافت لكم مشاركتكم هذه المسابقة كعائلة خاصة إنها تجمع يعني العوائل حول موضوع واحد وهو حلو صح مثل ما قلت إنها تجمع العوائل أنا لاحظت عيالي من أهم يستخدمون البرنامج قاموا يتعلمون أكثر بالتكنولوجيا قاموا يتعلمون أكثر ببعالات الذكاء الاصطناعي وأكثر أكثر شي عجبني أنه قاموا يتعلمون على البيئة الكويتية يعني قاموا حتى لما نروح البار والبحر قاموا يشوفون الطيور يعرفونها من كثر ما كانوا يجمعون معلومات فهذه كلها كانت إضافة جدا جميلة لعائلتي من معلومات من تكنولوجيا نعم عصر الله يوفقكم بس ما قلت إنها شنو الجائزة اللي يحصل عليها عادة اللي يفوز بهذه المسابقة هي الجائزة كانت سفرة إلى مكان بأمريكا بقوستن بمدفوع التذاكر والرحلة وكل شيء أنا وعيالي أنا وعائلتي كلها بس كورونا حين سكين المطارة إيه كانت في شهر ثمانية بس طبعا مع الكورونا فيروس انتكسلت فصارت بيرتشول حضرناها وتكرمنا وصار كل شيء بس بيرتشول آه راحت التذاكر أي الله يعودكم إن شاء الله بجواز أحسن إن شاء الله وإنما يفتحون إن شاء الله المطار يعني تكون رحلات أسهل تنطلقون إلى رحلة إن شاء الله معرفية يديدة ودي أعرف اليوم منك كذلك أستاذة عن أهمية اليوم تعزيز الثقافة التكنولوجية لدى أفراد الأسرة إيش كثر مهم اليوم أن نثقف عيالنا ونعلمهم بالجانب التكنولوجي بالنسبة خاصة لوضعنا الحين يعني شفت شلون بالمدارس شلون الطلبة لأنه ما كان عندهم معي بالتكنولوجيا واستخدام الكمبيوتر بطريقة صحيحة ولا تعلموا فيه أثناء المدارس فكانت جدا صعب أنك تعطيهم يا مرة واحدة فأنا هذا الشيء يجبني إن شلون الطفل منه صغير لدرجة هالي المسابقة صحيح أنا ما قلت لكم يعني هالي المسابقة ترى ما لعمر الطفل محدد يعني لو سنة سنتين ثلاثة بس أنك تعرفه بالتكنولوجيا طبعا هذا كان مجرد أنه تحفيز للطفل أنه يتعرف على التكنولوجيا واستخدامها نعم أكيد شيء جيد يعني إضافة على أن الأطفال اليوم يستعملون الأجهزة بكثرة لكن معظم استعمالاتهم تكون لتسلية سواء مشاهدة يعني المقاطع الفيديو أو الأفلام أو حتى الألعاب يعني لكن قليل منهم ما يتعلمون الجانب التكنولوجيا الثقافي منها يعني البرمجة أو يعني صناعة محتوى ممكن أحد غيرنا أن يستعملها في المجال الرقمي فبالفعل هذه النقطة جدا مهمة اليوم أن نركز عليها بكل ما أخير وشنو حابة تقوليني اليوم حق الناس واللي عندهم عيالهم يحبون التكنولوجيا يحبون تعبثون ويحبون يكتبون كودات كيف يمكن أن تنصح لهم؟ أنا ودي أنصح العوائل أن يشاركون أنا طبعا شاركت في السنة الثانية الآن هي السنة الثالثة يعني برامجهم جدا سهلة وحلوة لإستخدام مثل ما قلت الآن كل الأطفال عندهم آيبادات وعندهم أجهزة ويعرفون يستخدمونها لكن استخدامهم الصحيح للأسف غلط كانت مجرد للألعاب لكن هذي لا حيستخدمونها لحل مشكلة في المجتمع ويعرفون شنو الذكاء الاصطناعي والأدوات المقدمة ترى جدا سهلة لا تحتاج إلى كودينغ صعب صحيح ويعني مدام هناك دعم من الأهل يسهل الموضوع أكثر إن شاء الله وخاصة أنكم دائما مع عيالكم وتدعمونهم عشان يزيد من أو تزداد حصيلتهم الثقافية التكنولوجية إن شاء الله وهذا المطلوب أكيد منهم فكل شكر لتش لضيفتنا لس هذا الصباح المدني معيدة في جامعة الكويت كلية العلوم الحياتية فاسم علوم المعلومات على ظهورت اليوم معنا في هذا السكايب وهذه المشاركة والتحفيز من لتش إلى أولياء الأمور على أن يعني اليوم يساهموا في زيادة الحصيلة الثقافية التكنولوجية لأطفالهم لأن مستقبل العالم بيد التكنولوجيا شاهديني بعد الفاصل فقراءة يديدة فخلكم معنا